اشتركوا في القناة من الشقاوة بعد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هي الأسباب إلى الوصول لرؤيته صلى الله عليه وسلم ثبت الله قدمك وشرح الله صدرك تعلق قلبك برسول الله وإرادتك رؤيته في الدنيا والآخرة علم من علامات السعادة وعلم من علامات الخير وإن تأخرت عنك الرؤية له صلى الله عليه وسلم فلا يكون ذلك علامة الشقاوة لكن لحكم ولأسباب تتنوع وتختلف منها ما مرجعه إلى التقسير ومنها ما مرجعه إلى المخالفة في السنة ومنها ما مرجعه إلى سبب من الذنوب والمعاسي ومنها ما مرجعه إلى ضعف في المحبة والضعف في قوة التعلق وقوة الاعتباط أو في كثرة الذكر له صلى الله عليه وسلم وكثرة الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم ومنها وراء ذلك أسباب أخر لله فيها حكام إذن فليست علامة على الشقاوة ولكن إن أكرمت بوجهة صادقة إلى الرب على منهاج هذا الحبيب بشوق إليه وبحرص على متراته وبخدمة لدينه وشرياته فقد بدت عليك علامات السعادة ونيل الحسن وزيادة فاصدق مع الله وواصل ولابد أن يجمعك بحبيبه صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة وكن على ذلك القدم في الشوق وفي المحبة وازدى التعلق فإن أقوى أسباب رؤية رسول الله قوة محبته وشدة التعلق به وكثرة الذكر له والصلاة عليه وإذا اقترنت هذه بخدمة دعوته بخدمة أمته كانت أقربة لكشف الحجوب ولإمداد الله تعالى وإكرامه العبداء برؤية خير الوجود وزين الوجود وسيدي أهل الشهود وإمام أهل السجود صاحب المقام المحمود محمد الذي قال لنا كما جاء في صحي البخاري من رآني فقد رأى الحق من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل بي من رآني في المنام فسيراني في اليكظة من رآني في المنام فسيراني في اليكظة صلى الله عليه وعلى صحابه وسلم فاجتهد في متابعته قوة محبته شدة التعلق به كثرة صلى الله عليه ويجعله دائما على بالك تذكره في خيالك في ليلك وفي نهارك في جميع أطوارك فلابد بذلك أن ترحم وبرؤيته تكرم وتوصل أيضا إلى ذلك بمذل إدخال السرور على قلبي منكسر من أمته فإن كان من أهل الصلاح في أمته أو من أهل بيته أو من أهل الخدمة في دعوته لأمته فذلك أقرب لأن تصادف حنانا من الروح الطاهرة بها تدرك النظر إلى وجه قالوا عنه ليته خصني بروية وجه ذال عن كل من رآه الشقاء ترجمة نانسي قنقر